أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب الأحباب المسجلين في مساق طرق البحث العلمي نستكبل معكم في محاضرات المساق والمحاضرة الثانية عشر والتي فيها أنا تحدث عن Sampling Techniques and Sample Size كنا قد تطرقنا وتحدثنا معكم في المحاضرات السابقة عن مكونات البروبوزل أو مقترح الدراسة وعرفنا أن مقترح الدراسة الجيد هو المقترح المرشح لأن يتم قبوله من قبل المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الداعمة للبحث بتاعكم وقلنا أن أول مكون من مكونات مقترح الدراسة هو صفحة العنوان ومن ثم فهرس المحتويات ومن ثم ننتقل لنتحدث عن Introduction والBackground وهي السكشن الأول العملي في مكونات مقترح الدراسة ويتكون المقدمة والخلفية العلمية تتكون من عدة أشياء من البروبوزل ستيتمينت الوبجيكتف الجستيفكاشن السيجنيفكوانس ومن ثم انتقلنا إلى الشق الثاني وهو Literature Review أو الدراسات السابقة وهي الشق الثاني من المكونات الكتابية للبروبوزل بعد ذلك تطرقنا للحديث عن البروبوزل Methodology Materials and Methods وأنهينا الحديث عن Study Design تصميم الدراسة وانتقلنا للحديث عن Study Population اليوم بإذن الله عز وجل سنكمل الحديث عن Sample Size و Sampling Method تمام؟ المحاضرة القادمة قلنا أنه عندما يقرر الباحث أخذ عينة من مجتمع دراسة معينة يعني من Study Population معين فإنه يجب أن يجيب عن أسئلة ثلاث أو أسئلة ثلاث ستواجهه أما السعر الأول من هم مجموعة الأشخاص الذين سيختار منهم الباحث السامبل بتاعته أو عينته أثنين كيف سيتم اختيار هذه العين أو هذه السامبل؟ ما هي الطريقة التي سيتم من خلالها أو بواسطتها اختيار هذه المجموعة؟ سؤال الثالث How many people do we need in our sample؟ كم عدد الأفراد بتعون هذه العينة؟ كم عدد عناصر هذه العينة؟ كم عدد عناصر السامبل؟ طبعاً النقطة A تطرقنا للحديث عنها بشكل كامل ومن ثم انتقلنا للحديث عن السامبلينج ميثود في النقطة B وتحدثنا عن نصف السامبلينج ميثود قلنا طبعاً انه السامبلينج ميثود طبعاً ميجور تكنيك الأول Non Probability Sampling Technique و Probability Sampling Technique Non Probability Sampling Technique بمعنى طرق جمع عينات أو طرق احتيان غير احتمالية أي غير عشوائية ينتج عنها عينة غير ممثلة للمجتمع يعني بمعنى لا استطيع تعميمها على المجتمع ككل في حين Probability Sampling Technique هي عينا طرق احتيان عشوائية تنتج عينا ممثلة استطيع تعميمها على المجتمع ككل تمام؟ تمام Non Probability Sampling Technique التي تطرقنا للحديث عنها في المحاضرة السابقة يندرج تحتيها عدة أنواع أو تتكوى من عدة أنواع النوع الأول Convenience Sampling أو طرق الاعتيان يعني الاعتيان الموائمة أو الاعتيان العينة المريحة أو الاعتيان الملائمة طريقة الثانية Judgmental Sampling أو الاعتيان الهادف أو اعتيان الخبراء الطريقة الثالثة اسمها Cota Sampling أو طرق الاعتيان بالحصاص الطريقة الرابعة هي اسمها Snowball Sampling أو اعتيان كرة الثلج أو أخذ العينات بنظام كرة الثلج سميها ماشئة وطبعا تطرقنا الحديث عنهم في المحاضرة السابقة بإمكانكم حضور الفيديو السابق ولو مراجعة هذه الطرق اليوم إن شاء الله سنتحدث عن طرق الاعتيان العشوائية طرق الاعتيان العشوائية هي أربعة رئيسية وهناك طرق أخرى ربعا لن نتطرق بالحديث عنها سنتحدث عن الأربعة الرئيسية أما الطريقة الأولى فهي Simple Random Sampling أو طريقة العينة العشوائية البسيطة أو الاعتيان العشوائية البسيط Systemic Sampling طريقة الاعتيان المنطظمة أو أخذ العينة المنطظمة طريقة الثالثة Certified Sampling الاعتيان الطبقي طريقة الرابعة Pluster Sampling الاعتيان العنقودي وهناك أيضا طرق أخرى للاعتيان تمام لن نتطرق بالحديث عنها زي الملتستيج وأذر يعني طيب تحدث الآن عن L'Ubervility Sampling Method هذا النوع من طرق الاعتيان يشمل إجراءات اختيار عشوائية للعينات لضمان اختيار كل واحدة من العينة كل عنصر من العينة العينة الدراسة بتاعتي على أساس إيش على أساس الصدفة على أساس الصدفة طب لو حدا سألني يعني معلش إيش المقصود في الصدفة Randomization Randomization أو الصدفة معناها Each individual in the population The population has the same chance to be in the same يعني كل فرد في المجتمع لديه الفرصة أو كل عنصر في المجتمع طبعا المجتمع الدراسة مقصود فيها هنا يعني كل فرد في المجتمع لديه نفس الفرصة أن يكون أحد أفراد العينة كل فرد في المجتمع لديه نفس الفرصة أن يكون أحد أفراد العينة أو كل عنصر في المجتمع أو كل فرد اختار ما شيء For best re-presentation لأجل أفضل تمثيل للمجتمع Randomization لازم إحنا نقوم بإجراء أو عمل العشوائية اللي إحنا تعرفناها أن كل عنصر في المجتمع أو كل فرد في المجتمع يجب أن تكون له نفس الفرصة أن يختار ضمن من العينة الدراسة طيب أول نوع من أنواع اللي probability sampling method اللي هي simple random sampling simple random sampling يا أحباب هي طريقة الإعتيان العشوائي البسيط تعتبر أبسط مخطط لاختيار العينات العشوائية الأكثر قبولة من ناحية الإحصائية أن هذا أضاق طريقة يريد أن نقدر نعملها وننفذها إلا فيها يعني معقات عندنا سنشوف أو فيها سلبية يتم اختياغ وحدات أو عناصر العينة دون تعرف عليها يعني أنت بتختار العناصر يكون قدامك عبارة عن كود أرقام أو كود معين أنت مش عارف مين الموجودين أو الكود هذا يمثل مين من العناصر فأنت بتختار بطريقة عشوائية كاملة تتم يعني simple random sample done by lotally تمام مثل عادة عادة يتم اختيار وحدات العينة دون تعرف عليها زي ما حكيت وعادة تتم بطريقة اليناصيب يدويا أو عن طريق قائمة الأرقام العشوائية اللي في الكمبيوتر أو عن طريق الجداول الموجودة في كتب الإقصاء الجداول اللي هي اللي عملها WHO مثلا لو أنا عندي مثال بسيط لا عندي مثلا in a medical study population might be all adult age over 50 who have high blood pressure في دراسة أخرى population ممكن تكون كل المستشفى كل المستشفى تبعت قطاع غزة طبعا أنا عندي كل المستشفى تبعت قطاع غزة بدي مجتمع مثلا أخذ منه معينة تمام فلازم أنا أخذ بشكل عشوائي مستشفى من هذه المستشفى بس أش مشكلتها أو سلبياتها needful data about the population لازم يكون عندك معرفة كاملة عن كل مجتمع الدراسة need contact with every individual لازم تتواصل مع كل شخص في المجتمع وش كمان relatively costly مكلفة مكلفة عشان هيك صاروا يلجأوا لطريقة نفس simple random sampling لكن أكثر انتظاما يعني طريقة رياضية تسهل علي الوقت والجهود لازم حضرتكم في simple random sampling أي واحد في المجتمع ممكن يتم اختيار بشكل عشوائي بشكل عشوائي تم اختيار اثنين بعد هيك خمسة بعد هيك ثمانية بعد هيك عشرة من طلع في الينصيب لما سحبت في الينصيب كأنه أنا عندي صندوق وفيه أرقام عشوائية الأرقام العشوائية تمثل كل المجتمع تبعي مثل مرضى في كل المستشفيات أطفال المدارس أو طلاب المدارس أين يقول من بمج في ايدي بعد ما بخربط الورق مع بعض أو بخلط الورق من بطلع معايا رقام هو يعتبر أنا لازم أشغل عليه أو لازم أجيبه أجري معا الدراسة وأجري عليه الفحص طبعا هناك معاقات كتير من ضمن معاقات تقنية يعني أفرض واحد أنا اخترته بدوش يشارك هاي معيق طيب أنا واحد اخترته وفي منطقة صعبة أصله طيب واحد اخترته تمام واحد اخترته يعني من ضمن اللي اخترتهم في العينات ورحت له زي ما حكيته ورفض طيب نتكلم في النوع الثاني اللي هو السيستميك اللي اعتبر طريقة معدلة عن أو طريقة أكثر دقة من السيمبل راندم سامبلي لا مش أكثر دقة هي طريقة لتبسيط السيمبل راندم سامبلي نسميها طريقة الاعتيان المنتظم طبعا طريقة رياضية لجعل العين العشوائية سهلة عشان أن أسهل الاختيار العشوائي تستخدم وقتش تستخدم عادة تستخدم عندما يكون جميع أفراد مجتمع الدراسة مدرجين في قائمة ضمن لستة معينة أو قائمة بعد ذلك يتم اختيار عناصر أو أفراد العين على شكل فترات على شكل فترات يعني مثلا بدي كل ثلاثة أو كل خمسة أو كل عشرة من اللستة تمام؟ يعني الشخص الرقم ثلاثة وبعدي أكمل كل عشرة تمام؟ الآن سنشوف تمام؟ فأختار كل ثلاثة كل خمسة كل عشرة من القائمة الشاملة للعينات لكن مهم جدا أن أختار رقم عشوائي عشان يخبرنا من أين سنبدأ قالت العرب قديما وفي المثال يتضح المقام لو أنا عندي لو عندي أنا قائمة فيها ألف طالب مطلوب مني أنا أختار مئة طالب كعينة بطريقة السيستميك سامبل بسيطة السامبل سايز اللي بدي إياه أنا مئة العينة تبعتي بدي أروا أعمل تقديل لحظة إشارة سامبل ريشيو بأكسب مئة على ألف مئة اللي هو عدد السامبل على ألف أو مئة إلى ألف يعني عشرة العشرة هاد بدي أحطها وين في بالي إيش العشرة تبع سيميها السامبل ريشيو طيب الآن من واحد لعشرة من وين بدي أبدأ أنا؟ بشكل عشوائي بجيب أرقام من واحد لعشرة وأسحب بشكل عشوائي نفطرت جدلا لما أسحبت أنا من اللي هو الصندوق اللي حطيت فيه الأرقام من واحد لعشرة طلع عندي الرقم خمسة يعني طلع معي الرقم خمسة أصبح أصبح إنه أنا هبلش من عند خمسة حبدأ نقطة البداية تبعت إيش؟ خمسة زي ما أنا توحكيت إنه مهم نختار رقم عشوائي عشان يخبر من أين نبدأ نقطة البداية اللي هي الرقم خمسة أصبح أول شخص بدي إياه هو الشخص اللي في القامة اللي رقمه خمسة الشخص الثاني فاكريني الرقم اللي قتلكوا حطوه في بالكوا هو عشرة اللي بمثل السامبل ريشيو أو السامبل انج فراكشن الرقم الثاني خمسة زاد عشرة خمسة طب الرقم الثالث بدي أضيف كمان خمسة أصبح الشخص رقم خمسة والشخص رقم خمسة والشخص رقم خمسة عشرين طيب نضيف كمان عشرة الشخص رقم 35 طيب نضيف كمان عشرة عسب مين السامبل راشو الشخص رقم 45 الشخص رقم 55 الشخص رقم 65 إلى غاية مؤصل 955 فهيك أنا بكون اختارت الميت شخص بطريقة عشوائية منتظمة فهيك الطريقة نوعا ما يعني أسهل من الطريقة العشوائية إيش البسيطة لكن يا أحباب مهم جدا مهم جدا اللي يكون عندي موجود في قائمة موحدة تمام يا حباب هاي أنا عندي أنا مثلا اخترت بشكل عشوائي رقم 2 حسبت السامبل لقيته مثلا عندي 2 أصبح الشخص 2 وبعد هيك الشخص رقم 4 بعد هيك الشخص رقم 6 لاحظوا قاعد بزيد 2 2 الشخص رقم 8 الشخص رقم 10 الدراسة اللي تحت او في العينة الطريقة اللي تحت every كل ثلاثة أشخاص هاي الشخص بديت في رقم 2 هنا أصبح يكون ضيف على 2 ثلاثة بصير 5 ضيف ثلاثة بصير الشخص رقم 8 الشخص رقم 11 وها كذا تمام يا أحباب تمام طيب طريقة الثالث اسمها سامبلينج هذا الطريقة الثالثة من طرق الاعتيان من طرق الاعتيان العشوائي العشوائي عادة السامبلينج طريقة الاعتيان الطبقية بنسميها احنا تتركب من أكثر من طريقة جميعينا بحيث احنا منطبق كل طريقة منهم حسب الوضع الميداني عادة بسبب الوضع الميداني وكتيش تستخدم تستخدم عندما يكون مجتمع الدراسة يتكون من أكثر من طبقة يتكون من أكثر من طبقة مثلا طبقات أعمار طبقات أجناس حين نضرب مثال هنا طبقات سكان مناطق حضرية ومناطق رفية ستراتم سكان مناطق حضرية وستراتم سكان مناطق رفية فأصبح انها 2 strata طيب كل منطق من مناطق هذول بكون لها طريقة اختيار لاختيار السامبل منها خاصة فيها يعني طريقة سامبلينغ خاصة فيها يعني مثلا ممكن أقول أنا والله الطرق للمناطق الحضرية ممكن للناس يعني في مستشفيات ومستشفيات فيها سجلات والأمور الإدارية فيها منتظمة بشكل كبير فممكن أجيب أجمع العينات تبعتي هناك في الستمبلينغ من خلال الستمبلينغ سامبل تمام؟ أجمعها من السجلات تحت المستشوية في المناطق الريفية الأمور صعبة ممكن أضطر أنا كباحث ألف على بيوت أقابل الناس عشان أجمع منهم البيانات فلاحظوا حضراتكم 2 strata 1 stratum اللي هو حضري فكل واحدة من الستراتم لها طريقة جميع خاص فيها عشان يكسميتها طريقة العينة أو الاعتيان الطبقية طريقة الاعتيان الطبقية تمام يا أحباب؟ تمام وقتش نحن نعمل وقتش نحن نعمل توزيع المجتمع على أكثر من طبقة different sampling schemes may be used in different stratum زي ما توحكيت ممكن المناطق تكون بيانات المرضى موجودة في سجلات مرضى زي مناطق الحضرية مناطق الريفية ممكن لازم أنا ألف أو أتجول على المرضى وأقابلهم وأجمع منهم البيانات بشكل وجاهي فاختلاف طريقة جمع البيانات هي اللي بتفرض علي أن أعمل stratum طبع طريقة الاعتيان condition may be suggest data brief length rate أيضا ممكن برضو يختلف عند معدل الشيوح للمرض في المناطق الريفية يختلف معدل الشيوح على المناطق الحضرية فهذا بيفرض عليه أن تستخدم طرق sampling مختلفة administrative reasons ممكن الشغلة تكون لها علاقة في النظام الإدارة في المناطق في مناطق سهلة أنا أجمع منها الحكومة بتديني الموافقات أو الوزارات ذات العلاقة بتديني الموافقة بشكل سهل وزارة الصفحة مثلا ما ناطق تاني لا في صعوبة في حصول على الموافقات فحسب والله إذا أمور مساهلة وميسرة إيش أفضل طريقة بنفذها أمور صعبة شوية بحاول الطريقة اللي بقدر أجمع فيها البيانات بما لا تتعارض مع الإجراءات القانونية أو قيود الحكومة أي أنا عند population نفترض لفوق الأزرق لو المنطقة الحضرية ولتحت المنطقة الريفية تمام اخترنا من كل الطريقة الاختيار خاصة فيها والآخر طلعت عنده مين السامبل يعني الستراتم الأزرق طريقة السامبل اللي اخترنا منها السامبل تختلف عن الستراتم اللي هو إيش الأخضر اللي تحت أو طريقة الاعتيان اللي صارت على الستراتم الأخضر اللي تحت تمام يا أحباب هيا أندي مثلا ستراتة منطقة معينة منطقة ثانية منطقة ثالثة من كل منطقة تم أخذ أيش عين ها أندي ثلاثة ستراتة من كل منطقة تم أخذ عين لاحظوا طرق الاعتيان تختلف يعني الخمسة لما اجت من العينة مجموعة الأفراد اللي هم الملونين باللون الأخضر طريقة اختيارها تختلف عن طريقة اختيار الثنير والثمانية اللي هو طبعا اللون الأحمر اللي هو الأحمر اللي قريب للبنة تمام وتختلف عن طريقة اختيار العشرة اللي اخترناها من مجموعة مين الأزرق وأيضا نصره لتحت توضح نفس الكلام طبعا استمبر راندم سامبل وستراتفايد راندم سامبل لاحظوكم بحضراتكم مفرقوا بينهم أيضا في الصورة طيب النوع الرابع والأخي اللي هنطرق لإله لكلستر سامبل تستخدم عندما يكون تستخدم طريقة الاعتيان العنقودية أو العنقودية تستخدم عادة عندما يكون من المستحيل اجاب قائمة شاملة تحتوع جميع أفراد تستخدم عادة عندما يكون أفراد أو عينة الدراسة يعني أنا مفيش عند لستة قائمة شاملة موجود فيها أفراد عينة الدراسة زي الطرق السابقة تتكلمنا عليها يعني من الصحب عمل عينة عشوائية بسيطة مثلا يعني لو أردنا عمل دراسة تستهدف مرض القلب في غزة مثلا مثلا علاقة موجودة الهارد ديزيز مع الحالة التغذوية لمرضى القلب هذول فيش قائمة شاملة ونفترض انه فيش عنده قائمة شاملة تجمع جميع مرضى القلب في غزة في مرضى القلب بتحكمه في عادات خاصة في بتحكمه في عادات وكالة في بتحكمه في انجي اوز في بتحكمه في عادات حكومة وطبعا فيش قائمة يعني there is no list of all heart disease طبيعي وايضا الواقع بحكي انه فيش قائمة شاملة تشمل جميع أمراض مرضى القلب في غزة طب ايش بدي نسوى الريسيرشر بسيطة بروح على جسم القلب في مستشفى الشفاء وبياخدوا المرضى اللي فيه بجرع لهم الدراسة وخلص طب هل الطريقة هذي يعتبر المجتمع يمكن يعني التعميم النتائج على كل المجتمع اه ليش اه وليش نعم لانه الصفة هذي هي صفة هوموجينس ما بين المجتمع صفة هوموجينس ما بين المجتمع يعني مريض القلب اللي في مستشفى الشفاء العراض اللي فيه ومشاكل القلب اما مشكلة في الصمام او مشكلة في الشراين التاجية من SAML نفس مريض القلب اللي موجود في مجمع ناصر او في قسم القلب في ناصر القلب عنده بشكه من ايش اما في الصمام مشكلة سificar mais مشكلة من السمام او مشكلة من اللي هو ايش الشراين التاجية فالصفة هوموجينس لكن ه وجيت انا مثل بدعم لدراسة تانية اقول له الله العزيم للدخل للشهر متوسط الدخل للشهر ليس وكان قطاع غزة اهروه على منطقة بشكل عشوائي كزي عنقود العنب هيك أسحب حبة عنب أنزل في منطقة حي راقي في منطقة غزة وأجرت الدراسة ووجدت والله أن الدخل الشهري سبع تلاف شكل لا هيك بزبطش بزبطش أعمل كلاستر سامبلين أو أخذ عينات الدراسة في طريقة الكلاستر سامبلين ليش؟ لأن واحد تاني ممكن يعمل دراسة روعة منطقة فقيرة ويطلع الدخل الشهري سالب ألفين شكل يعني الناس وضعهم صعب على الآخر طب مين نسدق؟ بديجي منتطلع كيف طريقة السامبلينج؟ لكن الصح أن أنا أخذ من منطقة الفقيرة ومن منطقة الغنية وإيش؟ إذا أقول أعمل متوسط عشان أجيب متوسط لأنه ممكن للناس في مناطق الفقيرة عددهم أكتر بكتير من مناطق الغنية فلأنه هنا المجتمع هيتورجينس أو غير متجانس المجتمع اللي أنا بستهدف في الدراسة تبعته أو الصفة اللي بستهدفها اللي هي الدخل الشهري أو المتغير اللي بدور عليه غير متجانس فأصبح بنفعش أن أنا أجمع السامبل من خلال الكلاستر سامبلينج تمام يا أحباب؟ تمام طبع لاحظوا حضراتكم الكلاستر مثلا من المجموعة واحد واثنين أخذ بشكل كلاستر مخدش ولا حدا ثلاثة واربع مخدش ولا حدا لكن خمسة وستة راح أخذ خمسة وستة تخدم في حالهم سبعة وثمانية جابهم مجموعة سبعة وثمانية تسعة وعشرة أخذ سابه 11 و 12 أخذ 11 و 12 عدسة ما لكلستر سامبلينج مهم جدا الصفة تكونه مجينس يعني متجانسة تمام يا أحباب؟ مقابل لكلستر طبعا الأنواع الأربع اللي تحدثنا عنها سامبل راندو بسيستيميك ساتفايد كلستر بالأشكال وبالصور طيب النقطة الأخيرة اللي بدنا نتكلم عليها سي سامبل سايز كثير من الناس نحتاج في سامبل كيف نحسب عدد عينات الدراسة لانا لازم اشتغل او اجمعهم من وسط المجتمع الدراسة صراحة سامبل سايز مهم في كل الأبحاث لكن سامبل سايز وحجم العينة باعتمد لعدة متغيرات أما المتغير الأول فهو أهمية الدراسة سامبل سايز المتغير الثاني اللي باعتمد عليه الآن هنتكلم عليه طبعا بالتفصيل متغيرات السبع سامبل سايز الحجم الكل للعينة المأخوذة بالنسبة لمجتمع الدراسة نقطة الثالثة variables to the study عدد المتغيرات المطلوب دراستها أربع magnitude of the problem prevalence اللي هو معدل شيوع المشكلة المراد دراستها يعني عادة المشكلة البحثية بتكون أمراض كأناس مهنيين صحيين خمسة statistical analysis method طرق التحليل الإحصائية المستخدمة ستة دروبيتس الدروبيتس مقصود فيها هذا هو التصرب الممكن يصير في العينات أو تآكل العينات السبع الـ facilities لوجود تسهيلات لإجراء الدراسة سنتطرق الآن لكل نقطة من النقاط هذه نقطة الأولى importance means ماذا تعني importance الأهمية تعني the power of evidence قوة الشاهد دائماً وأبداً 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 لتغيير رأي عام ستحتاج حجم عينة كبيرة large sample size change the practice ستغير ممارسة خاطئة ستجرب دراسة large sample size change the six book knowledge فيه معلومات موجودة في كتب كتب منشورة ومراجعة ومؤكدة بدك تغير المكتوب في الكتب هذه بدك تعمل دراسة تحتوي large sample size عشان تتخذ قرار important decision قرار مهم بدك تعمل دراسة تحتوي large sample size مش تعمل دراسة low أو small sample size وتقول بدك تغير لو إيش الانطباع العام أو بدك تغير المعلومات الراسخة أو الثابتة large sample size مهم 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 كلما كان sample size أعلى أفضل كلما كانت النتيجة أضاقوا أكثر موثوقية more reliable لين the sample population the sample population يعني الحجم الكل للعينة بالنسبة لمجتمع الدراسة لاحظوا حضراتكم عندما تأخذ عينة 100 فرد من مجتمع 1000 فرد هي طريقة هي sample 100 من 1000 طب لو أخذت عينة 10 أفراد من مجتمع 1000 لحظوا نسبة العينة الأولى 1 ل 10 بالنسبة للمجتمع نسبة العينة الثانية للمجتمع 1 ل 100 لكن لكن the first sample has a more power of representation العينة الأولى اللي لما يكون عند المجتمع المجتمع العدد من 100 من نسبة الأقل أكثر موثوقية وأكثر دقة من العينة الثانية أو العينة اللي أخذناها اللي عبارة عن عشرة فقط من مجتمع ألف طبيعا لما أجري دراسة عالمية سيكونوا ممثلين أكثر للمجتمع من عشرة أجريت عليهم الدراسة فلما أجري الدراسة عامية ستكون النتائج أكثر موثوقية وأكثر تمثيل للمجتمع من من لو أجريت الدراسة على أخرى طيب study variables النقطة التالت عدد متغيرات للدراسة more variables متغيرات أكثر معناته larger sample size لو كانت أنا عندي دراسة مثلا فيها متغير واحد وفقط 6 20 مشارك بكفة طب لو انضفت متغير ثاني الage وال6 طبيعا لازم يكون عدد متغيرات مش 20 عدد sample size مش 20 أكثر larger number for each لازم يكون عدد أكبر من متغير يعني 20 ممكن يكون 100 لازم أجمع 100 شخص مش 20 شخص يعني لما كان عندي بدي أخذ أراءة معينة فقط 6 واحد لجندر واحد 20 كان بكفة طبعا افترض جدلا هذا أنا مش عارف 20 بكفة ولا لا بنانا عن نوع الدراسة وإش بتستهدف الدراسة وتغيرات أخرى لو افترضنا جدلا 20 بكفة حسبنا لقنا 20 بكفة طب لو زاد عندي متغير الage إضافة لل6 لا 20 مش هتكفة لازم أزيد عدد sample size اللي أنا بدي إياه فلازم sample size يعني عدد المشتاع أو عدد العينات أو عناصر العين اللي بدأ أخذهم لازم يكون عدد أكبر تمام يا أحباك؟ تمام magnitude النقطة الرابعة magnitude of the problem prevalence معدل شيوع المشكلة اللي أنا بستهدفها وإحنا قلنا لكم المشاكل اللي احنا بندرسه معادة المشاكل الصحية rare phenomenon ظاهرة نادرة معناته sample size بدأ يكون كبير large sample size لو أنا بدي أعمل دراسات على cancer cancer rare في المجتمعات أكيد سيكون عندي larger sample than studying diabetis من litros diabetis من litros معدل شيوع تقريبا من 10 ل 14 أو 15 في المجتمع مثل مرض معدل شيوع 1 من 10 أو 2 من 10 في المئة لو الكانصر مثلا لا كلما كان المرض نادر أصبح بدي أنا sample size أكبر عشان أقدر برضو أمسك ناس مرضى لازم تمام؟ إضافة إلى ذلك لازم كلما نادر بدي large sample size عشان أكدر برضو أعمم 6 أو 5 statistical methods أو التحليل الإحصائية كلما كانت التحليل الإحصائية مستخدم أكثر تعقيد كلما وجب على الباحث زيادة عدد أفراد العينة لازم يكون sample size أكبر تمام؟ عشان أحفظ قوة الدراسة طبعا النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة لدروبيتس 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 بمعنى التآكل أو التصرب من العينة التآكل عين أو تصربها لو مثلا أنا بدي أعمل لو أنت بتتوقع أنه عناصر العين ما يكملوش معاك للآخر أو المشاركين تمام؟ فلازم تزيد sample size يعني مثلا أنا عمل استبانة هسابت على البرنامج تمام؟ لقيت أن المشاركين في الدراسة لازم يكونوا 500 هل أنا أعمل أقابل 500 شخص وأجمع منهم البيانات وأجمع منهم التحلقة أروح على 600 لماذا أنه ممكن 100 غيروا رأيهم ويكملوا ويكملوا معايا الدراسة أقول لك أنا آسف بديش أكمل بديش أشارك تمام؟ فلازم أنا دائما أجيب بزيادة تمام؟ بخاف أنه يصير عند تآكل العينة الواحد لما يكون عازم ضيوفة أو عازم حدا بجيب علقات بالظبط ولا بجيب بزيادة بجيب بزيادة تمام؟ ويجيب بجيب ويدور على عاقد الطرق ويحسب الطرق تمام؟ تمام؟ لكن أحيانا إنسان يكون فيه يجب أن يكون لازم بسامل صحيح على ذلك لكن ليس قادر ليس قادر ليس قادر ليس لديه جهد ولا لديه وقت ولا لديه مال ولا لديه أشخاص مساعدين أو باعتين يقدروا يجروا مع الدراسة عشان هيك بقول لك بعض الوقت تسبيتر 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 ما نقimin والله أنا مش قادر يعني اوفر متطلبات الدراسة اللي تضمن نتائجها تكون دقيقة لا بألغي كل الدراسة عشان هيك using a small sample size لما يستخدم عدد عينات قليل weak results النتائج بتكون ضعيفة and using a huge sample لا طب لو استخدمت عدد عينات كبير كثير من اللازم loss of resources يعني هذا مكلف للجهد ومكلف للوقت ومكلف لكل شيء طيب إيش الحال؟ Calculation of the power Calculation of proper sample size الحال إنه إحنا نحسب قديش عدد السامبل size اللي مطلوب بالضبط طيب كيف منحسبه؟ قال لك بسيطة قال لك في أكثر من طريقة لحساب السامبل size قديش أنا بدي عدد عينات من مجتمع الدراسة أول طريقة من خلال طرق حسابية من خلال المعادلات وهي إحدى المعادلات ومعادلات كثيرة موجودة في كتوب الإقصى وشرحها بالتفصيل يطول معنا إحنا مش في المساق مش يعني باب التطارق لو شرح هذه المعادلات في طرق أسهل اثنين سامبل size من خلال البرنامج الابينفو ابينفو بتنزوه من السيدسي ابينفو سبعة وسهل جدا من موقع السيدسي بتحط المتغيرات تبعته وبتحسب السامبل size طريقة تالت طبعا هاي أنا حاسب هنا سامبل size يعني عدد 999000 وعند 10% يعني فيه شوية متغيرات لازم واحد يعرفه قبل ما يحسب السامبل size انشارها بصير فرصة احنا نقدر مش رحبه طريقة التالتة باعي Online sample size calculators فيه لو موقع النت على الانترنت بتحسب الكلام هذا زي statpage.org ادخلوا عليه ممكن تشوفه طريقة الرابعة من خلال جداول WHO هاي مثال عجد وال WHO نحسب من خلاله السامبل size اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة